بعد انتظار لأسابيع أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي وقالت المفوضية إن إعادة العد والفرز اليدوي التي جرت في الأسابيع الأخيرة أسفرت عن تغيير خمسة مقاعد فقط في كل من محافظات بغداد وأربيل ونينوى والبصرة والتأميم وعلى الرغم من تصريحات المفوضية التي أكدت أن النتائج لن تتأخر بعد الاعتماد على نظام التصويت الإلكتروني إلا أنها تأخرت كما جرى في المرات الماضية حيث أظهرت النتائج الأولية هزيمة كبيرة لقوى متنفذة وفي مقدمتها تحالف الفتح الذي يمثل المظلة السياسية للميليشيات الأقرب لإيران وهما أجج صراعا تحول طوال الأسابيع الماضية إلى حشود ميدانية على بوابات المنطقة الخضراء وما زرت العاصمة بغداد تشهد تأهبا أمنيا واسعا تحسبا من التصعيد الذي لوحت به القوى الخاسرة لا سيما بعد أن جاءت النتائج النهائية على غير ما كانت تأمل ولم تنفع الضغوط التي مارستها في تغيير التراجع الحاد في عدد مقاعدها البرلمانية تحالف الفتح اتهم على لسان القيادي فيه محمد البلداوي مفوضية الانتخابات بأنها تعمدت إخفاء أدلة بشأن عمليات التزوير على الهيئة القضائية المسؤولة عن الطعون لكن وفي تأكيد على وجود انقسامات داخل القوى الرافضة لنتائج الانتخابات قال محمد الصيهود القيادي في تحالف دولة القانون الذي يتزعمه نور المالكي إنهم سيحتكمون بالنهاية لقرار القضاء النتائج النهائية أكدت احتلال الكتلة الصدرية بزعمة مقتدى الصدر المرتبة الأولى بفارق كبير عن باقي الكتل وهما دفع الصدر للحديث مرارا عن رغبته بتشكيل حكومة أغلبية ما زاد من غضب الكتل الخاسرة التي تخشى فقدان مكاسبها وامتيازاتها لصالح الصدر الذي يريد الانفراد بالمشهد وهما يفتح الواقع السياسي المرتبك على كل الاحتمالات ويزيد من هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي الذي يعيشه العراق